السلام عليكم بنسمع كتير ان زواجي الارايب بينتج عنه اطفال مصابة بامراض وراثية والفيديو النهاردة هنوضح ازاي ده بيحصل وهنعرف علاقة ما بين زواجي الاقارب والامراض الوراثية واتمنى بقى قبل ما نبدأ نضغط لايك للفيديو ونعمل اشتراك في القناة علشان الفيديو يوصل لناس تانية غيرنا وهم كمان يستفادوا في البداية يا صديقي اعوزك تعرف ان علم الوراثة ده مجال واسع جدا وعلشان اشرح لك الموضوع بكل التفاصيل اللي فيه احتمال تتوه مني فانا قررت ان هديك مثال بسيط على خاصلك بيه القصة دي كلها نفترض ان اسمك ادهم سيد محمد ونوي تتجوز بنت عمك اللي اسمها اسراء حسن محمد وانتو الاثنين وابهاتكو ما عندكمش اي امراض لكن جدوك اللي اسمه محمد كان عنده مرض السكر فهل كده ابنكو في المستقبل هيكون عنده مرض السكر ولا لا علشان نجاوب على السؤال ده هنجيب القصة من البداية جدوك انتو الاثنين اللي اسمه محمد من وهو صغير كان مصاب بمرض السكر ويتجوز جدتكن اللي اسمها ايمان مثلا وايمان كانت سليمة وما عندهاش اي امراض وخلف منها سيد وحسن اللي هم ابوك وعمك والحمد لله طلعوا سلام جدا وما عندهمش مرض السكر لكن هنا في نقطة مهمة عاوزك تعرفها اي طفل بيتولد بياخد نص جيناته من الاب ونص جيناته من الام والجينات دي هي المسؤولة عن كل الصفات في جسمنا زي لون العين ولون الشعر ولون البشرة وطول الطفل في المستقبل ومدى زكاءه وكل صفة في جسمنا داخلية او خارجية لها جين معين خاص بيها ولما سيد وحسن اتولده ورسوا من امهم الجين السليم اللي بيمنع مرض السكر وبرضو ورسوا من ابوهم الجين المسبب لمرض السكر لاننا قلنا ان اي حد فينا بياخد نص جيناته من امه والنص التاني من ابوه وعلى الرغم من حصولهم على الجين المسبب لمرض السكر الا ان سيد وحسن طلعوا سلام زي امهم وما عندهمش مرض السكر طب ده بقى حاصل ازاي انا اقولك بص يا سيد عندنا في علم الوراثة حاجة اسمها الجين السائد والجين المتنحي او الجين القوي والجين الضعيف يعني مثلا لو ابوك لون عينه اسود وولدتك لون عينها اخضر فغالبا انت هيكون لون عينك اسود وهو ده الجين السائد والجين المتناحين او الضعيف هو اللون الاخضر وعندك كمان جين الطول بيتغلب على جين الاسر وجين الشعر المجعد بيتغلب على جين الشعر الناعم وجين الجلد الاسمر بيتغلب على جين الجلد الابيض وإس على كده بقى كل الجينات اللي بتحصل عليها من الأب والأم طيب والجينات المتنحية أو الضعيفة دي بتروح فين؟ أنا أقولك برضو الجينات دي يا صديقي بتظل موجودة جوا جسمك لكن في صورة خاملة وغير ناشطة واحتمال تورسها الأولاد وتظهر فيهم كمان لكن تحت شروط معينة ومش هنتعمك أكتر في الموضوع ده علشان ما اتهش مني ونرجع بقى لعمك سيده حسن اللي ورسوا من أمهم الجين القوي اللي بيمنع مرض السكر والجين المتنحي اللي بيسبب مرض السكر لكن مختفي جوه جسمهم المهم إن عمك سيد وحسن كل واحد فيهم اتجوز وخلف سيد خلف أدهم اللي هو معليك وحسن خلف إسراء اللي هي بنت عمك أحب أقولكم أنتو الاتنين على الرغم من إنكو سلام وما عندكمش مرض السكر إلا إنكم حاملين جوه جسمكم الجين المسبب لمرض السكر لكن الجين ده متنحي وخامل زي أبهاتكم وجيت إنت وبنت عمك إسرائيل جوسته وخلفت ولد سمته مالك أهو مالك ده بقى هو اللي هيشيل الليلة دي كلها وبناء على الكلام اللي إحنا شرحناه هيكون عندنا تلات احتمالات للطفل مالك الاحتمال الأول أنه يارس الجين السليم من الأم والجين السليم من الأب ويبقى كده ربنا كرمه وبقى طفل سليم 100% الاحتمال التاني أنه يارس الجين السليم من أمه والجين المتنحي اللي بيسبب مرض السكر من أبوه وهنا الطفل هيطلع سليم وما عندهوش مرض السكر برضو لكن هو كمان هيكون حامل للجين اللي بيسبب مرض السكر زي أبوه وامه واحتمال يورسه لأولاده في المستقبل الاحتمال التالت بقى ان الطفل يارس الجين اللي بيسبب مرض السكر من أبوه ومن أمه وهنا الطفل هيظهر فيه مرض السكر زي جده الأولاني خالص اللي اسمه محمد ومش بس مرض السكر اللي هيورسه ده أنا بس بديك مثال بسيط خالص علشان تفهم طيب لو أدهم اتجوز واحدة من بره العيلة خالص وما كانش عندهم حد في شجرة العيلة بتاعتها مصاب بمرض السكر هنا بقى بيكون احتمالين بس للطفل اللي هيتولد الاحتمال الأول يا صديقي ان الطفل يارس الجين السليم من الأب والأم والطفل يطلع سليم بنسبة 100% وما عندهوش مرض السكر والاحتمال التاني انه يارس الجين السليم من أمه والجين اللي بيسبب مرض السكر من أبوه وبرضو الطفل هيطلع سليم وما عندهوش مرض السكر لكنه حامل للجين اللي بيسبب مرض السكر زي أبوه بيفضل انك تتجوز من برا العيلة لو كان حد في العيلة مصاب بمرض وبكده يكون فيديو النهاردة خلص واتمنى لو استفدت منه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم